الرئيس في مدينة السادات قالها مرتين قال أنا لا بقول للناس اعملوا ولا ما تعملوش ولا تشتروا ولا ما تشتروش ولا تقللوا حاجة وقال نصا كده خدوا راحتكو احنا قادرين نعمل وفرة لكل البضايع والسلع والخدمات مفيش حاجة هتبقى نقصة ان شاء الله خدوا راحتكو بس اللي انا عايز اقوله بقى هنا ايه كلنا ناخد راحتنا يعني بمعدة ادق من وجهة نظري احنا نبقى متطمنين بس بلاش نفهم الكلام بالغلط يعني ناخد راحتنا فنزودها يعني يعني بسا ايه ما مش هزوده سعر الكهرباء فخلاص اللي عنده تكييف في البيت بيشغاله وخرج برا القوضة وصيبه شغال ما هو بالمناسبة ما انت هتدفع فاتورة غالية ولازم تبقى فهم ان انت بتدفع فاتورة غالية والدولة هتتحمل جزء تاني انت اصلا مش هتدفعه فانت ما تزودهاش بصراحة يعني يعني ما يبقاش عشامك زايد قوي كده عارف عبد المنعم مدبولي عشامكو طلع حمضان شوية يعني مش كده نخلي عندنا ايه شوية مسئولية اتجاه نفسنا يا سيدي وبطبيعة الحال لازم يكون في عندك مسئولية اتجاه الوطن لانه كل ده بتشيله الموازنة مش معنى ان الموازنة هتشيل فانت بقى خلاص هنبرطع المسألة مش بالطريقة دي وبالمناسبة برضو علشان تبقى فاهم انه انا ساعات كتير مثلا ايه الاقي ناس بتبقى قاعدة ونبقى مثلا قاعدين في مكان ما ولا قاعدين في الشغل ولا حاجات زي كده فتلاقي حد يروح ايقولك يا جماعة الاسعار هتزيد تاني وهتزيد تالت وهتزيد رابع وهتزيد خامس وخدوا بالكو انا عايزك تفكر بس قبل ما تقول الكلمتين دول اللي احنا بنقوله على الملأ او في جلسات خاصة او في اجتماعات عمل او علىها ومشها هو ليه مسئوليته انت عارف يعني ايه ترعب الناس المسألة مش بالرعب الاسعار هتزيد وارد مش هتزيد وارد يعني تاني الاقتصاد في الدنيا واقتصاديات الدول ولا حتى اقتصاديات الفرد والاسرة الهاوسهولد ما بتتعالجش بالزعر خالص يعني مفيش داعي لخطابات الزعر ولا داعي ان احنا نقعد نزق الناس في سكة قلق ورعب وخوف لانه سكة الخوف والقلق والرعب بتعمل ايه هيروح جاي واخب بعضه ورايح على السوبر ماركت هيفضل يشتري في حاجات هو مش محتاجها دلوقتي على الاطلاق على الاطلاق وياخدها ويروح لو كل واحد عمل كده انت هتخش محل البقالة وللسوبر ماركت هتلاقي الرف بعد كده فاضي فهتدي انطباع انه مفيش وفرة في السلع ولا حاجة المسألة ما هيش كده لانه هو في وفرة من السلع فما لاش ندي حالة زعر ونخوف الناس الاقتصاد لا بيستقر بالزعر ولا بيتبني بالزعر ولا بيتقدم بالزعر يا جماعة الرئيس كان واضح جدا ما تقلقوش على الاطلاق خدوا راحتكم اللي انا بقولوا هنا ناخد راحتنا دي يعني بالمعقول يعني بالمنطق يعني اشتري انت محتاجه فعلا مش محتاجه ما تاخدش الحاجة عشان تخزن عشان انت قلقا لحسن بكرة هتغلق لانه بالمناسبة لما انت هتخزن هي الغلق هيبقى دبل ليه لانه في النهاية خالص هيجي التاجر يجي يقولك ما فيش فلو عايز هبعت اجيبلك ويبقى بالطلب بقى وبعد يومين بقى تعالى خد اللي انت عايزه ويروح حاطط عليك مبلغ زيادة مع التاجر فاكر ان هو كده بقى ايه جابلك الديب من ديله فانت اللي هتتسبب لنفسك في مشكلة ده واحد اتنين انت ما تخلقش حالات الزعر دي لانه في الاخر خالص ده يؤدي الى ايه لانه السعر لو زاد اكتر مما يحتق او تحتمله القوة الشرائية هيؤدي الى حالة ركود ده هو تاني يحصل لنا زعر وهلع نروح نشتري حاجات ونخزن في البيوت المحلات طفضة ايه اللي انطباع مفيش حاجة تروح انت على المحل تحت بيتك والبقى لزكى عم عبده اهلا يا حبيبي عامل ايه اخبارك ايه اهوا كنت عايز بس يعني اربعة كيلو رز الله مش موجود بس يعني هتصرف لك اهوا كيلو رز بكام بكزا بس انا هجيب لك بس ده ليك انت فانا بس هزود يعني ايه اتنين جنيه على كيلو اصلا والله ما في جيبي ده انا هبعث اجيبولك من عند حد حبيبي عمليين ايه اللي حصل زيادة بعد شوية انت مش هتقدر تشتري زيادة هتجر زيادة هتلاقي نفسك في حالة ركود كل سنة وانت طيب الركود ده بقى يضرك انت في ايه تقوللي ركود عنده هو وانا مالي اقولك وانت مش عارف تشتري لانه كده حصل حاجة اسمها تضخم بالنسبة لك سعر مبالغ فيه ده التضخم عند التاجر اصبح فيه ركود لحظة يا روز يا جماعة انا عندي مجموعة زملاء عاليهم قدرة على الاسرار والزنة جال طبيعية واروز اكبر زننة فيهم البنتي دي تربيتي فالمهم طيب التاجر والمنتج يحصل له ركود ليه لان انت ما بتشتريش ما انت خلاص القصة عدتك فانت هيحصل لك ايه انه انت ما بتشتريش التاجر بعد كده الحاجة تتحط في المخازن بعد شوية المنتج يلاقي ما فيش سحب من المصنع بتاعه فيقرر هو كمان ما ينتجش لان ما فيش سحب فيقلل الورديات ده بقى يا باشا اللي اسمه الركود التضخمي تضخم ادى الى ركود طاك اقتصاد يقف طاك اقتصاد يقع لا داعي لاشاعة الزعر بين الناس على الاطلاق اشتري اللي انت عايزه بالمنطق والعقل بس جوه هشتري واخزن وفكر نفسي لاصح بتضر نفسك وبتضر بلدك